السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم كان حدث بيني وبين أحد الأخوة ان دخلنا المسجد والإمام راكع فراكعت الرقع الأولى في صلاة العشاء أنا لقيت رأيي ان هو لا يعتدي بالراكعة فقمت فلمت وقمت كملت بالصلاة وهو أحد الأخوة قال لي انت ليه بتصلي خمسة انت كده الصلاة بالباطلة فقالت صحيح؟ لا ليست باطل بمسألة اجتهادية أن هناك من العلماء من يعتقد أن من لم يدرك الركوع لا يحتسب الراكعة كالبخاري ومنهم من يقولهم الجمهور من أدرك الركوع فقد أدرك الراكعة فالمسألة خلافية وبأي الرأيان أخذت فلا جناح عليك